المدمرة كول في خليج عدن مجددا عودة باستحقاق سياسيا وامنيا مختلف قليلا عن مهام السفن الكبيرة الشبيهة بالمدمرة الاحدث في الجيش الامريكي يو اس اس كول وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ربطت بين تواجد المدمرة كول على مقربة من باب المندب وبين الهجوم الانتحار الذي نفذته زوارق حوثية قبل ايام ضد الفرقاطة السعودية قبالة مدينة الحديدة المؤشر الاقوى على هذا الارتباط يتمثل في الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المدمرة للتعامل مع التهديدات التي مثلها الانقلابيون والرد الفوري عليها دون الحاجة الى اذن من القيادة الامريكية المصادر ذاتها كانت قد افادت ان المدمرة ستنفذ دوريات تشمل مرافقة سفن في منطقة جنوب البحر الاحمر امر يضيف الى هذه المنطقة المزيد من التعقيدات العسكرية والامنية وستستاد هذه التعقيدات في حال قرر الانقلابيون المواجهة على خلفية هذا الضغط العسكري البحر غير المسبوق الذي يواجهونه منذ انقلابهم على الدولة قبل اكثر من عامين وفيما تمضي معركة تحرير الساحل الغرب وفقا لتأكيدات الرئيس هادي فان التطورات الاخيرة بنظر المراقبين قد تمنح التحالف الدولي فرصة اكبر للتحرك بحرية في الساحل الغرب وانهاء النفوذ الميليشاوي على مدينة وميناء الحديدة اكثر الموانئ التجارية اليمنية نشاطا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة